بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة هنشرح البكتيريا الجروس كيرف يعني بكتيريا الجروس كيرف الجروس كيرف ده جماعة اللي هو المخطط النمو البكتيريا ما بتنموش على مرحلة واحدة لا دي اربع مراحل ونحفظهم بالترتيب لان بيجو في المتحان ماشي المخطط ده عبارة عن ايه هنرسم زي رسم بياني كده الخط الافكي اللي هو الطيب من الوقت والرقصي اللي هو number of cells عدد الخلايا اللي يهمني في الموضوع ده ان البكتيريا الجروس بيتم على اربع مراحل اوه هم طور التحضير وده اسمه lag phase بالA عشان بيجي في المتحان الترتيب بتاعهم زي بنا مرتبهم كده يجيب لك اربع اختيارات ملغبط بقى الترتيب ده انت هتكون عارف الترتيب الصحيح وتختار lag log stationery this ماشي وهنا اشرحهم من الوقت يبقى lag phase اللي هو طور الايه التحضير فترة التحضير بتاعت الايه البكتيريا تاني حاجة اسمها log phase بالO log phase اللي هو او ده طور او التقاصل ده طور النشاط بتاع الايه البكتيريا بعد النشاط دوت البكتيريا بتاصل لستيشنري phase استيشنري phase اللي هو طور الركود الركود يا جماعة ما عادش في انكوسيم خلاص هي انقسمت سيه مثلا خليها انقسمت الى 8 الى 10 زي ما يكون وخلاص ويا سيبتت على كده ولا عاد في انكوسيم ولا ريبليكيشن ولا اي حاجة ده بنسميه الاستيشنري phase اخر phase او اخر مرحلة اسمها مرحلة الموت ودي اخر مرحلة يبقى اربع مراحل احفظهم بالترتيب عشان هيجيبهم لوج كده اربع اختيارات مثلا واحنا نكون عارفين الترتيب بتاعهم الصحيح فنختار دي بعد كده هي البكتريا جماعة هتنتج ايه يعني من غير ما انا اقول كده البكتريا هتنتج ايه هتدίνا ايه البكتريا البكتريا هتنتج 3 حاجات انضيم زي الانزيمات والبيجمنتس الأسباء والتوكسينز السمون طيب هي البكتريا بتنتج انزيمات ليه البكتريا عشان تخش او تعمل عدوة داخل جسم الانسان الجسم هي ايه بدور المناعة وجهاز المناعة وخلاية دم البيضة والكلام كله هاجم البكتيريا فالبكتيريا عايزة تحمي نفسها وعايزة تنتشر يعني مش بكفاش المكان اللي دخلت منه مثلا ده عايزة تروح لأماكن تانية بتعمل إيه بقى فتروح تفرز إيه إنزيمز تفرز الإنزيمز دي ليه عشان يحصل لها حاجتين بورتيكشن وسبيريد بورتيكشن من مين ومن إيه بورتيكشن للبكتيريا من المناعة بتاعت الإنسية وسبيريد عشان تنتشر في جسم اللي ايه مهمة تفرز توكسينزة وتضعف مناعة الإنسان فبالتالي هتنتشر في الجسم يبقى أول منتج البكتيريا بتنتجه اسمه إنزيمز إنزيمات ليه للبرتيكشن والسبيريد تاني حاجة بيجمنتس بيجمنتس ليه الأصباغ الأصباغ بقى ممكن يكون نفس البكتيريا نفسها ملونة ودي في الحالة دي هسميها اندو بيجمنتس اندو يعني داخلي بيجمنتس يعني أصباغ داخلية الكائن نفسه البكتيريا نفسها بشوفها تحت المايكروسكوب بتكون لونها ملونة حسب بقى ما هنشرح بعد كده الجرام بوستيف والجرام نيجاتيف وكده الإجزو توكسين الإجزو بيجمنت يعني أصباغ خارجية خارجية بمعنى أنا زرعة البكتيريا في طبق مثلا والميديا اللي هو الأجار أنا لونه طبعا بيكون كالر ريس أو فوايت يعني لون الأجار بيكون لون الشامع كده يا جماعة ماشي الأجار بقى لون الشامع اللي هو الشامع الأبيض ماشي فلما أنا زرعت البكتيريا وبشوفها بعد 48 ساعة وبعد 3 أيام زي ما يكون حسب نوع البكتيريا ألاقي الميديا نفسها إيه خدت لون يبدأ اسمها الإجزو بيجمنت أنا بفهمكو بس معنى الكلام داي تالت حاجة توكسنز توكسنز يعني سموم والسموم هناخد منها نوعين وهناخدهم في المحاضرة الجيهة إن شاء الله اندو توكسن وإجزو توكسن الاندو توكسن من اسمها جماعة اندو بيكون مرتبط بالسلول بتاع البكتيريا السل هنشرحه بعد كده برضه يعني بس المهم من يعرفوا الاندو توكسن بيكون مرتبط بالإيه بالسلول إجزو توكسن بيخرج عادي بالخلية حية ما يكونش مرتبط بأي من مكونات الخلية بيكون حر يعني بمعنى صح إجزو توكسن حر بيخرج بره الخلية عادي وهي عايشة مفيش مشكلة ماشي؟ خلاص إحنا كده عرفنا البكتيريا الجروس كيرف وعرفنا الفيزز اللي هم الأربعة بالترتيب بتاعهم أهم حفظنهم وبعد كده عرفنا البكتيريا البروداكتس هناخد بعد كده حاجة اسمها البكتيريا الجروس أند ريبليكيشن يعني ايه بكتيريا الجروس؟ التكاثر أو النمو بتاع البكتيريا يا جمعهم طالما قلنا جروس أو ريبليكيشن هنتكلم عن الكروموزوم ودين ايه؟ ما هيحصل لها ريبليكيشن هي أصلا فيها ايه البكتيريا؟ من مادة ورصية وسيتوبلازم ماشي؟ وسيلول وسيل منبري دي المقونات الأساسية إذا نحصل ريبليكيشن لإيه؟ للدين ايه؟ فهنشوف قد الخليل بكتيريا ايه والكروموزوم داخلها هيحصل ايه؟ حاجة اسمها الدين ايه؟ المادة الورصية دي هتتضاعف هيزيد ايه؟ الكمية بتاعتها فهتضاعف ايوة يعني طالما هي نسخة واحدة هتكون نسختين هتكون آه هتكون نسختين بعد كده الكروموزوم ديفيشن هيحصل انقسام انقسام للايه الكروموزوم هم في الاول زادوا في العدد بس مسكين في بعض لسه بعد كده هيحصلهم ديفيشن يعني انقسام كل واحدة يكون ايه لواحدة والخلية مسكة بعضها لسه بس حصل ايه؟ كوروسول الخطوة اللي بعد كده هيتكون كوروسول يعني ايه حاجز كده ببينه ونفسها الخلية لسه مسكة بعضها اخر خطوة اللي هي السايتوكينيزز اسمها سايتوكينيزز ده في المرحلة دي بيتم انفصال الكوروسول ده بينفصل وبيديني تو دوترسيلز واحدة ايه؟ دوترسيل وده دوترسيل اللي هي الخلية الايه؟ الدوتر اللي هي الابنة يعني من الخلية الام دي ماشي؟ دي المراحل لازم نكون عارفينها دوترسيل آآ سيبرت سيبرت يعني ايه؟ بينفصلوا دوترسيل ايه؟ سيبرت والخطوة دي اسمها سايتوكينيزز ده مصطلحات لازم نكون عارفينها في الميكروبيولوجيا في بقى نقطة مهمة هنا جدا وبتيجي في الامتحان الجروس بتاع البكتيريا بيكون يئمة على صولد ميديا الصولد ميديا اللي هو الايه؟ الأجار لا لسه إلالكو عليه شبه الشمع لما بيتصلب هو أسلا بيكون سايل زي الجيل كده الجيل الجيل بيكون وانا بجهزه بيكون سايل كده وأول ما حطه في طباق واسيبه في التلاجة شوية بايه؟ بيتصلب هو نفس الفكرة يبقى الأجار هو ايه؟ الصولد ميديا عندي اسمها الايه؟ الأجار وده ممكن يجي متاح سؤال بايه؟ بكل سهولة طيب لو البكتيريا جرو أون سولد ميديا هتديني حاجة اسمها كولونيز كولونيز يعني مستعمرات ودي بتيجي في المتحين قالك شكل البكتيريا على النمو نمو البكتيريا على سولد ميديا هيديني ايه؟ ويجيب لك اختيارات هتختار انت ايه؟ كولونيز يعني مستعمرات طيب لو البكتيريا بتنمو أو تجرو أون في ليو מא� Pont على وسط سايل الوسط السيل ده بيكون في أمبوبة يا جمع بيكون أمبوبة اختبار دي بيعمل ايه ويجيب لك برضو اختيارات فتختار تيربيديتي يعني ايه عقارة حصل بكتيريا الجروس أعرف منين إن لو في تيربيديتي في الأمبوبة عقارة أعرف إن في حصل بكتيريا الجروس ما فيش تيربيديتي إذن نو بكتيريا الجروس طيب لو بالنسبة اللي هو اللي عامله بقى في طبق زرع البكتيريا في طبق على الأجار سوليد ميديا هتديني ايه لو فيه بكتيريا فعلا هتنمو في شكل كولونيز مستعمرات كلمة دي مهمة ونحفظها بتيجي في كل الامتحانات كولونيز ولو هي البكتيريا جرو أون في لويد ميديا يعني وسط سائل هتعمل لي حاجة اسمها تيربيديتي اللي هي العقارة مشي بعد كده خلاص إن شاء الله المحاضرة الجاي هنشرح الفرق بين الأجزوتوكسين والإندوتوكسين شكرا شكرا